انتشر أمر إداري تمام بالتحقيق مع طالبة عراقية حاطة صورة صدام على القبعة أو على الزي التخرج على راسها شوفوا الفيديو حتى أشوفكم هذا هاي الطالبة حاطة صورة صدام على القبعة ما زي التخرج تمام هاي كلية الرافدين كلية الرافدين تمام اهنان هسه رأسا أحالوها للتحقيق اسمها عبير طارق أحالوها للتحقيق واحتمال تنحبس زين سؤال انتوا ضد النظام السابق وانتوا حكومة جديدة انا وياكم بس انا اريد اسألكم سؤال هس هاي الطالبة اشقد عمرها عشرين واحد وعشرين صح اشقد اوكي خلوا نقول عشرين لا واحد وعشرين ولا تساطاش عشرين سنة وتخرجت زين هاي عشرين سنة هاي شافت صدام ما شافت صدام هاي هذي الاعمار يا ناس ما لحقوا على صدام لكم هما احنا اللي بعمارنا ما لحقنا على صدام احنا وعينا كبرنا شوي صرنا بعمارهم طار صدام تمام زين من هو اللي زرع صورة صدام براس هاي الطالبة وغيرها من الشباب المراهقين من هو حكومتكم انتوا اللي زرعتوا صورة صدام بعقولهم لانه انتوا لو مسوين افضل من صدام كان الناس راحت نسته لو منطين لو منطين كرامة لك حدودكم مفتوحة طابين طالعين لك لا 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 كهرباء صار واحد وعشرين سنة لا كهرباء لا مي لا كرامة لك مخابرات الدول كلها عدنا لحد ذاك اليوم مخابرات بنقلادش بالعراق لكم انتوا السيادة ما عدكم انتوا بيكم خير عمي لا تبنون ولا تسوون عمي واني وياكم يلا حاكموا اي واحد يجيب طاري صدام بس عندي سؤال انت مو ضد المحتل يا حكومة الاطار التنفيسي ليش ما تطلعوها وانتوا مو الحكومة مالتكم ليش ما تطلعوها ليش ما تطلعون المحتل تدرون من اللي يزرع صدام بعقول الشباب انتوا بفشلكم بجهلكم انتوا لانه انتوا بكتوا العراق انتوا بكتوا القصور اللي بناها صدام وسويتوها بيوت لكم انتوا بكتوا المدارس والجامعات هاي القصر ما صدام اللي بالمطار من اللي باقى مو انتوا انتوا اللي بكتوا كل شي بكتوا اللي سوا صدام وبكتوا اللي ما سوا ما خليتوا شي مستشفيات حولتوها مستشفيات اهلية مدارس فلشتوها وسويتوها مدارس اهلية ما سويتوا شي للبلد كلها لكم كلها بالحرام وبالاخير تجون تحاسبون طالبة حطت صدام على قبعة التخرج اول شي حاسبوا نفسكم شوفوا انتوا سويتوا وبعدين حاسبوا الزعاطيط شكرا